صحياً أكدت وزارة الصحة التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فيزر المضاد لكورونا وأشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء وقال مدير دائرة الصحة العام رياض عبد الأمير أن كميات اللقاح القادمة إلى العراق في تزايد مستمر في الأسابيع المقبلة وأشار إلى أن المستشفيات تغص حالياً بعدد المراجعين من المصابين بكورونا أزلت تستوعب الحالات الحرجة لكن الوضع مهدد بفقدان السيطرة